وإليك هذا التدريب عين المستثنى والمستثنى منه وبين إعراب المستثنى فيما يأتي نحن نريد إعراب المستثنى ولكن طلبنا منك أن تعين المستثنى والمستثنى منه لكي تعرف وتحدد كيف تعرف المستثنى الجمل ما جاء إلا سليم انتبه إلى الجدول الآتي المستثنى منه المستثنى إعراب المستثنى لو جئت إلى الجمل الأولى ما جاء إلا سليم لوجدت أن المستثنى سليم لأنه جاء بعد إلا وأداة الاستثنى إلا أين المستثنى منه ستلاحظ أنه غير موجود إذن محذوف المستثنى منه وكيف نعرف المستثنى ارجع معي إلى ما سبق أن شرحناه سابقا هنا الكلام ناقص منفي لأنه سبق بأداة نف فكيف نعرف ما بعد إلا لعلك الآن تفكر وستقول أننا نعرف ما بعد إلا حسب موقعه في الجملة وكيف نعرف حسب موقعه في الجملة نغض الطرف عن ما وإلا لأن إلا في هذه الحالة أداة حصر ونقول جاء سليم جاء فعل ماض وسليم فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره لأن الكلام ناقص منفي والجملة الثانية انتبه معي جاء المسافرون عدا سميرا إذن هنا ذكر عدا سميرا المستثنى هو سمير أداة الاستثنى عدا والمسافرون هو المستثنى منه ولكن عدا كيف تعرف إعرابها هل سبقت بماء المصدرية أم لم تسبق ستقول أنها لم تسبق فإذا لم تسبق يجوز وجهان يجوز أن تكون فعل ماضي وما بعدها مفعول به ويجوز أن تعرف حرف جر وما بعدها اسم مجرور إذن هنا المستثنى سمير وهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ويجوز أن يكون اسم مجرور لأن عدا لم تسبق بماء وأدع لك هذه الجملة لتفكر في المستثنى وتفكر في إعرابه ما مررت إلا بالأحسن أخلاقا ستقول أن المستثنى بالأحسن وتقول سبق بأداة الاستثناء إلا ولكن أين المستثنى منه هنا ستقول غير موجود محذوب وبالأحسن المستثنى هنا الكلام ناقص منفي وعندما يكون الكلام ناقص منفي يعرب حس موقعه في الجملة وموقعه في الجملة سبق بحرف جر الباء حرف جر والأحسن اسم مجرور فإعرابه حرف جر واسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره والجملة الرابعة ما جاء الطلاب سوى معلمهم نلاحظ أنه استخدم الأداة سوى الكلام هنا تام منفي لأن المستثنى منه موجود وأداة النفي موجودة فنقول الكلام تام منفي وإذا كان الكلام تام منفي فنعرب سوى مستثنى منصوب كما ذكرنا ويجوز إعرابها بدل ولكن نحن نريد إعراب المستثنى ما هو المستثنى هو ما بعد سوى معلمهم ونلاحظ أن كلمة معلمهم تنتهي عند حرف الميم معلمي ونلاحظ أنه مكسور لماذا مكسور؟ لأنه جاء بعد سوى وقلنا في السابق أن ما بعد سوى وغير يكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الضائر على آخره والجملة الأخيرة سافر المدرسون ليس المدير المستثنى هو المدير والمستثنى منه المدرسون ولكن هنا سبق بأداة الاستثناء ليس وليس قلنا هي من الفعال الناقصة ولكن هنا عندما تكون بمعنى أداة الاستثناء فيجب حذف اسمها وبالتالي يكون المدير خبر ليس منصوب خبر ليس منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة وهنا تقدير ليس المسافر المدير